كده فيرامدز واضحت الإحصائيات واضحت تماماً برامدز أرقام برامدز كده واضحت تماماً الأكثر صناعة في الفرص برامدز في المركز التالت كل الفرق دي صعدت لدور الثمانات وفي كل الأرقام كل الفرق صعدت إلا برامدز إلا برامدز طب ده يقول لك يبقى واحد مفيش شخصية اتنين في مشكلة مش بس فنية لأنه أنا غيرت مدربية وعندي واحد من أفضل القوائم كسكواد في أفريقيا وعندي عناصر خبر وعندي عناصر صغيرة طب إيه المشكلة؟ المشكلة هي مشكلة إدارية بحتة دوافع وتجديد الدوافع هي مشكلة مدير فني بالمشاركة مع الإدارة والدوافع دي بتتجدد مش بس مالياً تتجدد بأن أنا دايماً بحط له محافظ بعمل اللايحة بتاعتي بشكل يخلي اللعبة دايماً تحت ضغطي طالما أنا ما عنديش جمهور مع الضغط ده بيجي من الجمهور رقم واحد رقم اثنين من اللايحة المالية أنا مش قادر أعمل ده أنا شايف يعني أنا هختلف شوية مع محمد في النقطة دي أنا شايف أن يعني أرقامه التوتل زي ما هنجيب التوتل يعني من أحسن الفرق اللي موجودة استحواز صناعة فرص فنياً أنا لما شوف استحواز بشكل كويس وصناعة فرص وبيوصل للـ 18 بشكل كبير فانتقول دي فرقة كويسة يعني أكيد فرقة كويسة وبتوصل موضوع عنها ما بيجيبش أهدافها ما بتسجلش دي يعني وده اللي قاله أعطاكت جيمي إنه هي مش لها في الشخصية مش إنه أداء اللعبة وحش يعني أنا شايف إنه هم يعني هم بش عارفين يجيب يجون هم بيوصلوا بيستحوزوا بس هم بش عارفين يجيب يجون في حاجة خلل في التلت الأخير إنه هو يضيع بقى الفرص دي كلها وكامة الفرص دي كلها جداً وأنا يعني لعبة كبيرة يعني معظم اللعبة دي تلعب تحت ضغط كبير ولعبة منتخبات فموضوع إن إنت لسه عنده شخصية إنه هو بقى يعني عنده التارجت أكيد اللعبة كلها عايزة تكسب ولعبة كلها دي عايزة توصل أبعد بالزبط 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 يعني طيب تشام والتفاول بالناس بين نادي الأهلي وأهو في صدارة مجموعتهم دايما الناس كانت بتتكلم إحنا عايزين نطلع تاني علشان إحنا بقى نتفاقل لما الأهلي بيطلع تاني بياخد البطولة ده غير صحيح الأهلي كسب البطولة بنظام المجموعات مش بنظامها الجديد لأن النظامها الجديد قصة تاني بالنظام المجموعات من قول ما بقى في حاجة اسمها دور مجموعات تمام مرات الأهلي كسبها أربعة أربع مرات وهو أول وأربع مرات هو تاني فلا مش عارف التفاقل والتشاؤم جاين من ايه الأهلي كسب نسخة 2005 2008 2012 2013 أربع نسخ كسبهم ومتصدر للمجموع عشان الجيل الجديد آخر نسخ آخر نسخ كلهم كانوا لأهلي في مركز تاني آه الآرب الآرب عشر سنين بالضبط كده في الأواخر دول مركز تاني لكن هو رقم غير صحيح حتى على صعيد التفاقل والتشاؤم غير صحيح لأن الأهلي في.. بنتكلم على جيل ذاهبي في نسخة 5 و8 والجيل اللي كان بيخلص في نسخة 12 و13 لأن الأهلي قدر يكسب ده في ذل السيطرة كان ملعب صعب جدا. لأ كان ملعب صعب جدا وأجواء صعبة جدا جدا يعني الناس دلوقتي في رحلة. دلوقتي في رحلة؟ والله العظيم في رحلة. آآ يعني أنا كنت أحضر المطش ده كنت قاعد احتياط المطش ده. ده أجواء صعبة صعبة ودرجة حرارة بقى عالية جدا رتوبة عالية جدا. وصفر صعب. صفر صعب. كل السفر اللوقتي بتاليات خاصة. بقى صفر صعب جدا 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 فهما تتخيل. يعني هي المشكلة في كتب أفريقيا زمان كانت الرحلة نفسها. طبعا بقى غير بقى مش هقولك بقى فنادي احنا يعني ممطش قاسك ده احنا مغيرين فندو ايه مثلا. كنا مغير مستر مانور نزلنا فندو. قال لهم لا مش هخش. مش هخشه. رحنا مغيرينه وروحنا مكان تاني وفهم. يعني حاجات بقى غيرت دلوقتي طبعا الموضوع دلوقتي انت بتبعت حد ويشوف. ويشوف الأول ويختار وفي الوقت طبخت معاك وكل الأمور سهلة.